السلام عليكم اهلا بكم في قناة هاشتاج هنتكلم النهاردة عن خطوات تسجيل او توصيق الوحدات السكنية بالشهر العقاري هحاول اتكلم عن الموضوع بطريقة مختصرة ومفيدة علشان اي حد مالك لوحدة سكنية او عايز اشتري وحدة سكنية يبقى عارف وهيعمل ايه اولا هتكلم عن الحالات التي يتم فيها اعفاء الوحدة السكنية من ضريبة التصرفات العقارية الحالة التانية رسوم نقل الملكية في الشهر العقاري الحالة التالتة تسجيل الوحدات السكنية اختياري ولا اكباري قبل ما ابدأ في الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش لاني ده بمثل دعمك باللينا وبشجان على الاستمرار اول حاجة هنتكلم عنها الحالات اللي يتم فيها اعفاء الوحدة السكنية من ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل في الشهر العقاري طبقا لنص القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2013 واللايحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2017 بيتم اعفاء الاتي من ضريبة التصرفات العقارية المساكن او الاراضي المعدل للبناء في القرى يعني اي واحدة سكنية موجودة في القرية بتعفاء من ضريبة التصرفات العقارية الوارث الذي قالت اليه الملكية عن طريق المراس بحالتها عند المراس يعني اي واحدة سكنية خدتها عن طريق الورث دي محفاء من ضريبة التصرفات العقارية تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجابرية العقارات التي تنتزع للمنفع العامة والتبرع بعقار للجهات الحكومية وجهزة الدولة المنفع العامة هنا يعني للدولة هتأخذ منك العقار هتبني كباري هتبني نفق هتعمل مشروع خدمي العقارات التي تم شراءها من شركات عقارية أو متورين عقارين أو مشروعات الدولة السكنية يعني زي مشروعات اللي بتعملها وزارة الإسكان اللي هي المشروعات الإسكان الاجتماعي مش عليها ضريبة التصرفات العقارية الأراضي الزراعية والغير معدة للبناء إنها طبعا بتدفع ضريبة قطيانة زراعية دي الحالات اللي هي مش بتدفع طبعا ضريبة التصرفات العقارية ما تيجي تسجلها في الشهر العقاري الحاجة الثانية رسوم نقل الملكية يعني لما بتروح الشهر العقاري ايه الحاجات اللي انت هتتفعها في الشهر العقاري عشان تعمل نقل ملكية أو تسجل شقتك في الشهر العقاري أول حاجة رسوم التسجيل في الشهر العقاري الشهر العقاري بياخد منك الفلوس دي عشان يسجل لك في الشهر العقاري ودي طبعا بتكون على حسب المساحة. يعني لو مساحة اقل من مية متر او مية متر فاقل. اه بتدفع مصاريف خمسة مية جنيه. مساحة اكبر من مية متر الى متين متر بتدفع الف جنيه. مساحة اكبر من متين متر الى تلتمائة متر بتدفع الف وخمسمية. اي مساحة اكبر من تلتمائة متر بتدفع الفين جنيه. يعني لحد الاقصى الفين جنيه. ده مصاريف التسجيل في الشهر العقاري. الشهر العقاري هو اللي بياخد المصارف دي. الحاجة التانية اللي بتتفحها ضريبة التصرفات العقارية. بواقع اتنين ونص في المية من قيمة الوحدة السكنية. القيمة دي طبعا بتكون موجودة في عقد البيع. التالتة اللي بتتفحها رسوم نقابة المحامين. واحد في المية من قيمة الوحدة. تعالوا نسمع مع بعض تصريحات معالي وزير العدل. قال ايه في الموضوع ده? رسوم الشهر العقاري اقصى رسم في الشهر العقاري. لو عندك بيت مساحته الف متر او اكتر. ها? الف متر. ده الشهر العقاري فقط. لكن في حاجات تانية مطلوبة. انك تكون بديت ضريبة التصرفات العقارية لوزارة المالية. اللي هي اتنين ونص في المية. اذا كان العقد بيزيد عن مبلغ معين لازم تجيب توقيع محامي. وتروح. اه وفي حد اقصى. للنقابة تاخده. هم. دي امور مش الشهر العقاري اللي بياخدها. هم. بس ايه منه مش تلزمات التسجيج. لكن مش الشهر العقاري اللي بياخدها. هم. في حالتك تمت. بتعوز عايز اه اه مثلا اترخص اي شيء. هم. هم. بيقول لك مثلا لو شوى بيعمل الرخصة. هم. بقوله رح امنت على نفسك جبت تأمينات رقم قومة التقنيمات مش عارفين. دي حاجات من المشتلزمات الخدمة اللي بتقدم اللي سياسة. نجي لاخر حاجة وهي هل تسجيل الوحدات السكنية اختياري ولا اجباري? خلينا نفرق بين حالتين. الحالة الاولى لو انا معايا شارقة وساكن فيها وفيها كل المرافق سواء كهرباء او مية او غاز او تليفون او كل اي ايها مرفق يعني. وانا مش مسجل العقد بتاعي اللي اشتريت بالشقة. هل مطالب ان انا اسجل العقد ده اجباري? لا طبعا مش اجباري تسجل العقد بتاعك لان خلاص انت حضرتك كل المرافق عندك موجودة. فمش محتاج اه تسجل العقد بتاعك اجباري. ده ده بالنسبة لك اختياري. عايز تروح تسجل اه ما فيش مشكلة. مش عايز تسجل برضو ما فيش مشكلة. طيب هيبقى عليك الزامي لو حبيت تبيع شقة دي. فالشخص اللي هيجي تشتري منك هيطلب منك تنقوله طبعا كل حاجة. تكتب عقد بيع. وهيطلب منك تنقوله طبعا عداد القهرباء. وعداد الغاز. وعداد المية باسم الشخص اللي اشتري منك. ففي الحلقة دي العقد اللي انت هتكتبه للمشتري لازم يتوسك في الشهر العقاري. لان ده شرط اساسي طبعا لنقل ملكية عداد الكهرباء وعداد المية وعداد الغاز واي مرافق تاني من اسمك لاسم الشخص المشتري. طيب لو الشخص اللي هيشتري منك موافع على ان العداد الكهرباء وعداد المية واي مرافق تانية تكون باسمك انت ومش شرط تكون باسمه هو. ففي الحالة دي اه لو مش عايزة تسجل العقد عادي ممكن ما تسجلهوش. بس الافضل طبعا اه يتم تسجيل العقد. الحالة التانية لو عايز تشتري شقة او انت مشتري شقة اصلا بس لسه تحت التأسيس. ما فيهاش عداد كهرباء والعداد مية والعداد غاز. لازم توسق عقد اللي انت اشتريت به في الشهر العقاري. علشان ده شرط اساسي لتوصيل المرافق للشقة بتاعتك. لازم يكون العقد اللي انت اشتريت بيه مسجل في الشهر العقاري. علشان يتم توصيل كهرباء ومية وغاز واي مرافق تانية للشقة بتاعتك. تعالوا نسمع مع بعض تصريحات معالي وزير العدل. قال ايه في الموضوع ده? طيب حالك سيد الوزير يمكن اللغة او الكلام اللي حصل انه اه انه كل الناس لازم تسجل ومش هيسجل هي هناخد اجراءات ومنعوا كهرباء وقابلوا وبعدوا ونحاسب باصل راجعوا الحاجات دي كلها. حاجة بتقول النهاردة مش مطلوب الا اللي عايز يروح للحكومة. او لجهات الحكومة يتعامل معها هو ده اللي هنقوله فين اه مسجل. فين الملكية المسجلة. يعني سيدك عايز تنقل عداد. تنقل الكهرباء. تنقل الجاز. اسم اللي باعلك. لك. هنقولك هات ما يفيد ان الراجل ده ملكية مسجلة. ان احنا عايزين نحصر الملكيات وانقمن الملكيات. يبقى لكل عقار هوية. ام. قاعد في شاقتك. وهي شاقتك وفيها النور والمية وكل حاجة. ام. والشاقتك مش عايز تسجل. ام. انا مش هشد. ايه تشاقتك وقولك تعالى سجل. اه. ولا حاقطع علنك النور والمية. اه. نعم. مش حاقطع علنك نور ومية. اه. اه. خلاص انت قاعد وخلاص. اه. مورا. انت راضي وقابل ان ملكيتك ما تبقاش مشجلة وهو عايز كده. انت حر. بس لو بيت تبيع بعد كده. اه. واللي اشترى منك. اه. عايز ينقل. يتعامل مع الحكومة تاني. اه. يقول له لازم تعامل لك من الحكومة يبقى من خلال مستند راسي. اه. يثبت ان اللي بقى لك ده هو المالك عشان تنقل انت من كده. اه. تبفرد. تبفرد اشترى منه. اه. وقال حكالي الخدمات اللي موجودة باسم اللي بقى لك. انت حر. اه. انت حر. ما تسجلش. ما تسجل. مش هطلبك بحاجة. انا مش هطلبك بحاجة. اه. بس. اه. تبيعات كده ومجدد كده ومخاطر كده عليك انت. اه. اه. توسياتك عندك بيت في البلد. اه. مش مسدل ومظامنا عنده ملكيات مش مسدلة بالطريق القانون. اه. انا الحكومة هتيجي تقولك يتيجي تسجل. يقطع النور عنك. اه. اوقتع الماء عنك. اه. كلام ده صحيح على الاطلاق. اه. على الاطلاق. اه. يا رب اكونوا اصلت المعلومة. وبسط الموضوع ليكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاركه. وتشترك في القناة لو اصلا ما اشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.